الحمد لله رب العالمين على الصفقة اللي صارت أهم شي فيها وهي كان ما هي أمو المبلغ لا هي الـ value added وشون احنا قدرنا ننجح يعني بـ European money فلوس أوروبية ديش تاخل الكويت وهذه شغلة ما هي unique صراحة محمد جعفر صاحب شركة طلبات دوت كوم نجح كأول كويتي في جذب الاستثمار الأوروبي إلى الكويت عبر شراء شركته بمبلغ 170 مليون دولار دائماً الشركة لتكون number one player في أي بزنس الناس راح تبدي تبدي تدش معات كأستثمار كأوراكة انترنت يتكلمتنا يتكلمتنا Delivery Hero وشركات الثائل الأخرى العملاقة في أوروبا وشفنا أن صراحة الاندسترية كلها قاعدت دشوية بعض in a consolidation form هذا اللي خلانا شجعنا نحن نكون جزء من من الـ big company فالحمد لله بعدنا 80% من الشركة واحتفظنا نحن بـ 20% وسبح الله الشركات اللي كانوا يفاوضون هم راحوا هم دمجوا ببعض وصلنا كلنا شركة وحدة رؤية جعفر الثاقبة لنجاح الإي بزنس دفعته لشراء شركة ليس فيها أكثر من مكتب صغير بسبعة موظفين وبضعت أجهزة كومبيوتر مهمتها تشغيل منصة إلكترونية تصل بين المطاعم وزبائنها إلى شركة استقطبت الاهتمام الأجنبي بعد توسعها نحن أينا غيرناها بالكامل صرفنا بالتكنولوجي بالسيستمز صرفنا بالمان باور عيننا أحسن ناس موجودة واليوم نحن فضل من الله سبحانه وتعالى يعني شركة طورت عندنا فوق الـ 191 وظف اليوم من تشكين في ست دول عدد الأوردارات فضل نعمة من الله سبحانه وتعالى طفنا إلى 32 ألف أوردار باليوم ثم حققتنا الركرد من يوم الجمعة نعمة من وفرد كبير عن 700 أوردار باليوم اللي كنا فيها بل فين وعشرة الشركة اليوم طبعا هذا خل وذرنا ننجح نصير نمبر وون بلاير في المنطقة أما طموح جعفر فيتمثل في مستقبل الإي بيزنس أنا أحب المثال الإلكترونيك بيزنس هو المستقبل عندي خبرة فيه الصفقة التي تمت تعد كواحدة من أفضل قصص النجاح لتجارب الإي بيزنس في المنطقة وكمثال على نجاح تجربة جذب الاستثمار الأجنبي إلى داخل البلاد ابتسام رمال راي اشتركوا في القناة